أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوم مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية في جمعية الزهراء على الأطراف الغربية لمدينة حلبة مصدر عسكري أكد أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية هاجمت من اتجاه صالات الليرمون ومبنى الخدمات وفرن السمون نقاط عسكرية في جمعية الزهراء غرب مدينة حلبة وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بعد مقتل العديد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم وتدمير أسلحة وعتاد كان بحوزتهم